دانت الرئاسة الفلسطينية بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة النمسوية في ينة وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء وعربت الرئاسة عن رفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية وبعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برقية تعزية إلى رئيس جمهورية النمسا أليكسندر فاندر بلان باسم دولة فلسطين وشعبها وبالأصالة عن نفسه أحر التعازي القلبية لحكومة النمسا ولشعبها الصديقة ولعائلات ضحايا الهجمات الإجرامية التي تعرضت لها عدة مناطق في مدينة فيينا وأودت بحياة وإصابة أبرياء كما بعث الرئيس الفلسطيني برقية تعزية مماثلة للمستشار الفيدرالي النمسوي سيباستيان كورز عبر فيها عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العمل الإرهابي البغيد وأمثاله مجددا تأكيده نبذأ أعمال العنف والتطرف والإرهاب بأشكاله كافة ومن يقف وراءها سواء أفراد أو دول